اهلا بكم متابعة قناة الاسكولا معكم واندي سوفنا العادة وفي درس جديد من دروس الفوتوشوب النهاردة نتكلم على درس البنتول ازاي برسم بها ازاي اللي انا بستخدم حاجة اسمها الشيبس ازاي ان انا بطرح من كلمة ودرس النهاردة مهم جدا 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 تعالوا يلا نبدو في عندنا طبعا دي الستارت اللي احنا كنا اشتغلنا فيها المرة اللي فاتت اللي هي كانت الباجراوند واحنا قصنا السفينة وحطناها كده طب الجزء الثاني في الدرس بتاعنا ان انا هرسم الشيبس اسم الشكل ده انا انتفقنا اللي انا بستخدم البنتول فعملية رسم الاشكال فانا الناردة هرسم شكل شىك تفي بس ده انا هطرح منه شكل يعني احرسم شكل وهطرح منه كمان شكل في عندنا مجموع من الاشكال برضو هبدأ اللي انا هرسمها بالشكل ده وشكل الحشائش عندي والكلمة حاجة اسمها برضو هبدأ لانا اكتبها بالشكل ده وهبدأ لانا اطرح منها من الكلمة هطرح من الكلمة هطرح منها فطبعا تعالوا نشوه ده هنعمل الكلام ده كله ازيك اه طبعا نبدأ لحنا اهو اول حاجة عندنا هتعالوا نرسم الشكل اللي كان موجود هنا فانا هو مدي لنا عشان ابدأ لانا يسعيدني كخطوة ايه اولالية في عملية رسم الاشكال فانا هبدأ لانا اظهره كده وتعالوا نخفيه السفينة بحيس ان هي مطلقة بطناشة طبعا انت ممكن ترسم اي حاجة من خيالك وفي الناس اصلا عندها القدرة ان هي بتعرف ترسم فترسم عادي ممتش مشكلة الناس اللي مش بتعرف ترسم فهاي ممكن تستخدم مجايدز ممكن تستخدم مثلا دروسة عالمية في عملية الرسمات ممتش اي مشكلة برضو في عملية الرسم هتلاقي حاجات كتير جدا موجودة على النت خاصة بتعليم الرسم بتاعي. طبعا عشان ارسم الشكل بتاعي هاجي هنا عند النقطة ايه هعمل هنا كليك. وبعدين اروح للنقطة اللي اسمها اي بي. يبقى هنا هنعمل هنا كليك. لا لا في مشكلة تقريبا. اه ما نشطناش اداة البنتول فكان الاول لازم ادوس على اداة البنتول كده بالشكل ده. وبعدين هروح عند النقطة اللي اسمها ايه. وبعدين. ما سيبش ايديا زي ما انا عمل. ومال مفوق انت هعمل ايه? كليك واسحب للنقطة بي. ماشي? يبقى التكنية كله بتاعي اللي انا هعمل كليك عند النقطة ايه? واسحب لغاية النقطة بي. ما سيبش ايدي. يبقى هاجي هنا عند النقطة ايه? هعمل كليك. جليت الاول. وخلي بالي من حاجة المود اللي انا هستخدمه. انا هستخدم مود في عملية الرسم فاهمش هستخدم حاجة اسمها المصارح. هستخدم حاجة اسمها الشيب. فاول حاجة هعملها اللي انا هدوس هنا على الشيب هعمل هناك لك. وابدأ اللي انا اسحب. طبعا هلاقي اللون الفيل بتاعي اللون السكان واللون السروب بتاعي اللي هو اللون دارك بلو. ماشي. هاجي هنا عند السي وابدأ اللي انا اسحب لغاية لما وصل لD. يعني patch turn curve. هو كل الفكرته هو عايز يعلمك ان انت بترسم حاجة اسمها كيرو في كيرو فات. ايه كليك وتسحب ايه. ايه كليك هنا ونسحب لغاية النقطة دي. يعني مش هنسبت نقطة بس واحدة. لا احنا نعمل كليك ونسحب. ونسحب. طبعا لو انت غلطت كنترول وزد. او غلطت كنترول وزد. لو هي اكتر من هتترجع اكتر من مرة واحدة بس. نفس الفكرة هجي هنا كليك وابدأ لنا اسحب. بس هنقف عند النقطة دي كليك واسحب اهو. بالشكل ده. وهنيجي عند النقطة ايه بردو كليك واسحب لغاية لما وصل للنقطة اللي اسمها بيه لغاية لما نرسم الشكل بتاعني. جميل طبعا هنا مش مطلع لي كل اللاييرز شايفيني الحتة دي هاي. يطلع لك حاجة صغيرة بس اللي هما المجموات الاشكاية اللي موجودة عندك لانا عايزها هي يفليلي. كل اللاييرز زهرة فتدوس هنا على الايه على الباتنز انا جي هنا ممكن اخفي اللاييرز اللي هي اللي هي اللي هي الريترو شيب جايدز ممكن اللي اخفيها معينتش محتاجة. انا كده الوقت يا رسمت شيب طب انا عايز ا اطرح منه نجمة ينفع اطرح منه نجمة اه ازاي. فهجيب هنا مجموعة الاشكال بتاعتي. لو انا عايز اطرح منه مش نجمة. عايز اطرح منه مثلا ريكتانجل. فانا ادوس على ريكتانجل طيب. لو جي ترسم. هلاحظ ان انا انا في مود ايه برسم جديد يا طرح ولا بعمل عملية ايه. اللي انا بطرح او يعني ايه اللي هو بيجيب لي الحاجتين ما بين التقاطع ما بين التو شيبز. طيب. في الانترسكت. او بالمنظر ده. هيجيب هنا هيجيب لك التقاطع. هنا مش هيجيب لك الشكلين ويشد لك التقاطع ما بينهم. طيب. في عندنا حاجة اسمها سبتراكت. السبتراكت اللي هو بيطرح. طيب. الكمباين شيب ده هيعمل لي عملية دمج الاشكال. لا انا مش عايز اعمل كده. انا عايز لنا اطرح. فانا هدوس هنا على سبتراكت فهم شيب. وهبدأ اللي انا اقاف على لير الشيب. اهيه وابدأ اللي انا اطرح مثلا كده. يبدأ انه هو يعمل لي عملية طرح بس هو ما طرحش الصراح. ماشي? فانا هجي هنا تاني اقف هنا كده تاني نشوف هو غلطان في ايه. وادوس هنا على ماشي? واجي. انا كده محدد المفروض الشيب بتاعتي. ودوست على الشيب واجي اطرح اهيه. بدأ ان هو برضو ما طرحش الشكل بتاعي. طب تعالوا كده نشوف ايه المشكلة. نعمل كوستام شيب. ونطرح. اه المشكلة كانت عندي في المود. يعني هنا كده يتمكنتش مركزة قبل. يبقى انا هنا اجي هنا برضو في الاشكال. تعالوا نجيب تركتنجل عادي. فهنا كان المود بتاعي اللي هو مصار. فكده بيطرح لك مصار من مصار فما كانش يفاهم. لأ انا عايز اقول له شيب. اطرح لي شيب من شيب. فانا اقول له شيب. واجي هنا عند السيليكشن. اقول له هنا حاجة اسمها سبتراكت في ايه فرونت شيب. فيبدأ ان هو يطرح لي من الشكل الاساسي وفعل ان نجحت معايا المراتي. يبقى خلي بالي لما اطرح. فانا بطرح شيب. من فاشا اطرح شيب من ايه? من مصار عشان مش بيطلع لي نتيجة مظبوطة زي ما حصل معنا. طيب. طيب لو انا عايز اطرح نجمة. تعالوا ندور عن نجمة. فانا هجيها هفتح هنا. على ايه هنا في عندي. في عندي حاجة اسمها. في عندي حاجة اسمها. في الالبس. البولوجون. الليين. طيب. لو فتحتها كده. وبدأت اللي انا ادور. فانا عندي مجموعة من الاشكال. فانا ممكن اطرح ايه شكل من دول ما فيش مشكلة. لكن انا عايز اطرح نجمة. فين النجمة? ما عنديش نجوم. فانا هاختار. طبعا النجمة هنا مش بتيجي بشكل مباشر. يعني مفيش تولز ليها مباشر. فانا هجيب البولوجون تول. وبعدين عندي في الوبشنز هقول له ستار. يبقى انا بقول له هنا حاجة اسمها ستار. فبدأ لنا افتح الستار. السلايدز عندي مثلا ايه? حداشر. فابدأ لنا ارسم اللي هو النجمة بتاعتي بالشكل ده. يبقى انا كده طرحت النجمة من الشبه بتاعي الخاص بالمنظر. طب. يبقى انا كده اول حاجة انا عملتها ان انا رسمت شب. والشب بتاعي كان بالمنظر ده لي فل ولي اسطراف. وطرحت منه شب المنظر. ممكن اظهر بتاعتي اللي هي موجودة كده. طب انا عايز ارسم مجموعة من الاشكال. احنا اخدنا الرسم طبعا هجيه هنا افتح واختار هنا حاجة اسمها كاستام شب. بالمنظر ده. فانا اللي افتح الكاستام شب. عندي ايه هنا مجموعة طبعا الخصائص بتاعتي بتزهر فوق. اخضر مثلا هو كان الرجل مستخدم الحشاش. طب. الحشاش طبعا اللي هي لون الفيل بتاعها لونه اخضر. وهنا مثلا هفلي السروق بتاعها اصفر. طبعا هحصل لي ارور تاني ان هو لويني الشكل الاديم. طب نعمل كنترول وزد. ندوس هناك برا كنترول وزد. كده انا خلاص. ما اقفش على الشيب ده. لا روح اقف على البادجراوند مسلا. ادوس ثاني على الشيب سهم الضبطة بس هيزبط هنا الفيل يكون مسلا اخضر وهنا السروق بتاعي يكون اصفر. وهيس ان مجموعة الاخطاء بتطلع لي عشان ايه انتو وردوا تتفادوا اثناء الشغل عندهم. هاجي هنا بدأ لنرسم اهو بداية لنرسم مجموعة الحشاش بتاعي. اخلي بالي من حاجة ان الشيب بمجرم برسمه جاب لك مجموعة كبيرة من كل فيها شكل. وده خيلين حجم الملف هيكون ازاي هيكون حجم الملف كبير جدا جدا جدا. ده عيب من عيوب اللي هو بيخليلي كل شكل على منفصلة. طب انا عايز اخليهم كلهم يكونوا على واحدة. فانا هامل ايه? تعالوا كده ان هتراضع. اه كنترول وزد. اه اه ادق لنا ارسم واحدة. واحدة بس اه. برضو اللون الفل ولون السرق ركع زي ما كانوا. فانا بس هغير اه نفس الفكرة. كنترول وزد. هقف على البيكراوند. نفس الحكاية هدوس هنا على الشيبس. اهي. وابدأ لنا ارسم اول شكل عندي. جميل. اطلع جميل. طب انا عايز اعمل واحدتين على نفس اللي هو. هدوس على شفت. طبعا شفت دي بتعمل لي عملية اد اهي. ابدأ لانا اسحب اسحب اسحب. لغاية لما عمل لي مجموعة بتاعتي عملها لي على الشيب اللي هو شيبته. فانا ممكن اجي هنا سميها جرس مسلو. اه 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 اموش بمسلا انا هي. اطلع لي على لير منفصلة. يبقى لو انا الشيب بيطلع لي على لير منفصلة. والشيب بيكون لميزة. اللي هو بيكون لي فل وليه استروق. جميل. لو انا عايزة اجمع 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 من الاشكال في ليرز واحدة فانا بدوس هنا على شفت. طبعا الاقي الاحظ ان انا عندي هنا في مود تاني. اللي هو مود حاجة اسمها البيكسل. ايه البيكسل ده? البيكسل ده مختلف تماما على الشيب. لا لي فل ولا لي استروق. وبيحتاج اللي انا عمل له لير جديدة. يعني لازم هنا هاجي انشئ هنا مثلا اقف على البيكسل. وانشئ هنا لير جديدة. هسميها مثلا اي حاجة باترن مثلا. خلاص يبقى الباترن بتاعتي دي اللي انا احط عليها مجموعة البيكسل بتاعتي يعني مجموعة الاشكال بتاعتي. اختر اي شكل. طبعا باعتمد هنا على الفور جرون. فانا اختر اللون اللي انا عايزه مثلا. اللي هيكون مثلا لون ابيض. وهقول لي اوكي. وتعالوا نشوف نفس الشكل اللي هو استخدمه فعلا بالدرس. فهو استخدم الشكل ده. وابدأ اللي انا ارسمه. بلعظ حاجة على البيكسل ان هو هيرسيبلي في نفس الاي? اللي يرسل. يعني مش كل شوية هيعمل لي اللي يرسل. يبقى فيه فرق كده. يعني يبقى انا عندي هنا حاجتين في رسم الاشكال. حاجة اسمها بيكسل وحاجة اسمها shape. يبقى رسم الاشكال حاجتين. او تلات حاجة. اول حاجة فلو انا على لير جديدة. تمام? لو انا عايز ارسم اكتر من شكل فانا بستخدم شكل. في عندي حاجة تانية اسمها البيكسل. البيكسل ده انا باضطر اللي انا اعمل لير جديدة. وابدأ اللي انا ارسم عليها مجموعة الاشكال بتاعتي. ولو انا عايز كل شكل على ليرز فانا بعمل بصمم ليرز لكل شكل انا عايز. الحاجة الاخيرة اللي احنا ما اتكلمنش عليها اللي هي حاجة اسمها المصار. فانا هاجي هنا مسلا. هستخدم من القسم وافتح هنا مسلا واختار شكل من الاشكال مسلا. تعال ان اختار مسلا من شكل القلب ده مسلا. يبقى كده ده مصار. فانا ممكن مسلا طبعا انا هستخدم المصار في ايه? اللي اما بحوله طبعا لو انا هاملا لون مالوش معنك وانت عملتو شكل من الاول. فانا مسلا عايز اكتب عليه فهاجي هنا وبدأ اللي انا اكتب مسلا. اكتب مسلا هاي فبدأ يكتب لي فعلا هاي. فاكرين الكتابة تعالو كده هننعمل سريع على الكتابة. كنت باستخدم معاهة Direct Selection. تمام? في اللي انا ممكن اطلع على برة. بالمنظر ده ممكن ادخلها على جوه بالشكل ده. زي ما انا عايز ابدأ اللي انا اكتب. يبقى عندي ثلاث اشكال للشيبز. اخر جزئية في الشكل ده هزود كلمة من البرنامج. ازاي بازود كلمة? طالما هي من برنامج تاني او من برنامج تاني او مثلا ان انا هجيبها من بره او من حاجها من بره. فانا بستخدم حاجة اسمها بليس. يبقى فايه بليس لما بجيب من برنامج ثارجي. فانا هدوس عليها وبدأ اللي انا هدوس على حاجة اسمها title AI. AI معناها ان هي من برنامج الالستريتور او امتداد برنامج الالستريتور. بدأت الكلمة تطلع معايا كده. وجيت لي بالشكل اللي هو فاكرين. بالشكل ده كان شكل ايه? السمارت ارت. فاكرين السمارت ارت. فعلا هي سمارت ارت. طيب. السمارت ارت طبعا ايه? بلاحظ ان هي الكلمة اهي. بالشكل ده. سمارت ايه سمارت اوبجيكت سوري. السمارت اوبجيكت طبعا بكائن بيتفتاقي يعني مستقل بذاته. لو انا عملت الضابة الكليكة عليها هلاقي الكلمة تفتحت لي ببرنامج الالستريتور. وابدأ اللي انا اعدي لها زي ما انا عايز. طب انا عايزة اطرح منها اطرح منها شيء. طالما انا عايزة اطرح منها شيء. فانا كده مش هقدر اللي انا اتعامل معها بشكل مباشر زي ما اتفقنا لان سمارت اوبجيك. ده بيكون يعني كائن زكي. مش بقدر اتعامل معها بشكل مباشر. فانا لازم اعمل لها وسيلة مساعدة تخليني اعدل عليها. الوسيلة المساعدة اللي انا هعمل لها عملية ماسك. فالمسك العادي ده اوقت مش هينفع معها. ليه? لان دي كلمة جايلي من برنامج الالستريتور. يعني كلمة فيكتور. فالفكتور اللي هيتعامل معها او المسك اللي هيتعامل معها فيكتور ماسك. يبقى الوقتي انا جايبة كلمة من بره. الكلمة دي جايالي من برنامج الالستريتور. فهي فيكتور. طيب. مش هقدر اتعامل معها بالمسك العادي بتاعنا. فانا عايزة لها حاجة اسمها الفكتور ماسك. هعملها ازاي ديت. فانا هدوسها على التايتل. هفتح هنا حاجة اسمها layer. واختار من هنا حاجة المرة دي مش layer ماسك عادية ده فيكتور ماسك. وقل له هنا حاجة اسمها يعني اكشف لي اي او حاجة كده مساعدة ليها وازهر لي ازهر لي الكل بمعنى اصلاح. طبعا لو انا عايز فاكرين المسك بقى احنا كنت بنعمل ايه بقفة عن المسك نفس وابدال انا اعدل او اشتغل زي ما انا عايز. طب انا عايزة اطرح منه شكل من الاشكال. فانا هاجي هنا واختهر طبعا انا عايزة الشكل ايه? الشكل فاكرينه هو كالنجمة. فالنجمة كان التاني بتجاب منين? من البوليجون. وبعدين هاستخدم هنا الستنج واقول له هنا ستار واحدد عدد الازرة بتاعتها اي عدد ازرة انا عايزها. نيجي هنا طبعا ايه هاختر هنا حاجة اسمها السبترك. وابدأ انا هاعمل هنا عملية الطرح بالشكل ده. برضو ما طرحش ليه ما اشوقف على المسك فاقف على المسك بتاعي كده بالشكل ده. وابدأ لنا استخدم الاطرح. فبدأ انه يطرح. يبقى خلي بالي من حاجة. هنا عملية الطرح تمت بحاجة اسمها في المصار. اي مش على انه شاب. ليه مش على انه شاب? لان انا لما اطرح شاب لازم استخدم شاب. بطرح شاب من شاب. طب طلب ما هي انا بستعمل مع حاجة اسمها فيكتور. بل فيكتور يطرح منه مصار. باص دايجو كده. فانا استخدم المصار وابدأ لنا اجي في النص كده. وابدأ لنا اعمل عملية الطرح. يبقى خلي بالي من حاجة. يدي الكلمة لو انا فيكتور بيتطرح من حاجة اسمها الباس بتاعته او مصار بتاعته. كده احنا كده خلصنا الدرس ده. بس فيه نوت اخير اعتقد ان هي اللي هو الكتابة بشكل رأسي اللي احنا عارفينها مع بعض. تعالوا برضو نقولها كده. ادي الطيب طول اهي. فانا هستخدم حاجة اسمها البرتكل طيب طول. طبعا انت لما بتخلص تصميمك. فانت هنا بتعمل مثلا ايه? وتكتب مثلا ايه اسمك. ديزاين باي. اسكولة مسلا اسكولتي. ونعمل هنا علامة الصح. طبعا الكلمة كبيرة جدا. فانا يجي هنا صغر. مثلا نخليها مثلا هنا اربعتاشر بالشكل ده. واجي هنا بالسيليكشن بتاعته. طبعا تصميمك من حقك اللي انت تخط اسمك عليه كده بحيث ان مش حد ياخد برضو شوالك بالشكل ده. طبعا النهاردة اتكلمنا. اه عن اداة البين في عمليات الشيب. استخدمنا اه اتكلمنا على حاجة اسمها الشيبس. واتكلمنا على حاجة اسمها البيكسلز. عرفنا الفرق ما بينهم. وعرفنا الفرق كمان ما بين المصارات. عرفنا ازاي بطرح شيب من شيب. ازاي بطرح فيكتور من باس. اه عرفنا ازاي كتابة برضو بشكل رأسي. وازاي بنكتب بشكل مصاري. طبعا احنا كده خلصنا الدارف بتاعنا. واشوفكم ان شاء الله على خير. دعمونا دائمان بلايك وسبسكرايب وشيروا للقناة. اه ودائما نحب انتوا تجربوا. اتبعتوا لقراءكم واقتراحاتكم في الكوميس. اشوفكم على فرق ان شاء الله. اشتركوا في القناة.